بطة ذو رأس أسود طائر من الفصيلة البطية يعيش هذا النوع بالخصوص في أمريكا الشمالية ويهاجر في فصل الشتاء إلى أمريكا الوسطى ويتميز هذا النوع بأنه لا يصدر أصوات حادة بل أصواته منخفضة ويعيش في مجموعات كبيرة يتراوح حجمه بين ثمانية وثلاثون وثمانية وأربعون سنتيمتر ووزنه بين ثمانمائة وخمسون إلى ألف وسبعة وثمانون جرام بالنسبة للذكور وما بين ثمانمائة إلى تسعمائة وواحد وخمسون جرام بالنسبة للأنثى وطول أمد حيا هذا النوع هو ثمانية عشر عام وسمي بهذا الأسم لأن الذكورة تتميز بريش أسود في رأسها وعنقها وخصلة صغيرة في أعلى الرأس والصدر أسود أما الأنثى فتتميز بقتامة لونها البني يطلق الذكار عند المغازلة نيداء رقيقا على هيئة ويؤو ويطلق في الأوقات الأخرى صفيرا صاخبا وحادا يتغذى على النباتات المائية والحيوانات الصغيرة يبدأ الذكور في مغازلة الإناث أثناء تواجدهم في أماكن إقامتهم الشتوية وتتشكل أزواج قبل فترة وجزة من هجرة الربيع أو أثنائها عندما تبدأ الأنثى في بناء العش يتخلى عنها الذكر وينضم إلى الذكور الآخرين لتغيير الريش تارك الحضانة والعناية بالصغار للأنثى على الرغم من أن التزاوج يبدأ في مايو إلا أن معظم الإناث لا تعشش حتى شهر يوليو وهو متأخر بعض الشيء عن المعتاد بالنسبة لبط أمريكا الشمالية إنها تعشش على الأرض في مواقع محمية بالقرب من الماء وعادة ما بين الغطاء النباتي الكثيف مثل القصب وأعشاب البرك وفي مجموعات صغيرة متفرقة وغالبا بالقرب من مستعمرات النوارس وخطاف البحر ويتكون العش من منخفض صغير محفور في الأرض ومغطى بالنباتات وتضع من البيض من 9 إلى 11 بيضة وقد تم العثور على 26 بيضة في عش واحد على الرغم من أن العديد من الإناث يمكن أن تضع بيضها في نفس العش وحضانة الأنثى وحدها تسمر حوالي ثلاث أسابيع وتصبح الكاتاكيت مستقلة بعد 45 إلى 50 يوما وبعد فترة وجزة تبدأ الهجرة إلى أماكن الشتاء وفي الختام سماع صوت الطائر مع تحيات قناة طيور ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر